كما تجد كابتن إسلام نهرب ونرى الكواليس أكثر ونأخذ حوار كده على سريع من نجم صعد وقوة النجم زياد طريق يلا بينا كابتن، تفضل طبعاً نبقى مستعى لكابتن إسلام وبحمد ربنا طبعاً على المنظر اللي احنا ظهرنا بيه في كاسر ربطة كلنا الحمد لله كان اللعبة الكبيرة كان دائماً بتساعدنا والكوتش كان بساعدنا والجهاز الفني فده الحمد لله خلنا نعمل بطولة كويسة ونظر بشكل كويس طبعاً أنت عارف جمهور نادي الأهلي ما بيقبلش غير بالمكسب شفتو ده صدي الفترة الأخيرة طبعاً لا مش الفترة الأخيرة بس ده طروح حياتنا من ساعة ما تولدنا وإحنا شايفين نادي الأهلي على طول بيلعب عن مكسب ما عندوش حتة حتى التعادل مش هكالم على الخسارة دي يعني بتبقى صعبة جداً بالنسبالنا بس حتة التعادل دي بتبقى مش موجودة فاحنا متربينا في النادي من وإحنا صغارين دائماً لازم نكسب ودايماً ندور على المكسب فدي الحاجة الحمد لله أن احنا تربينا على كده كاس عالم الأندية شايفوا إزاي بالمونديال إحنا في المونديال هنا في الإمارات مشاركة الأولى ليك شايفها إزاي؟ طبعاً مبسوط جداً وشرف لي أن أنا موجود مع النادي الأهلي هنا بتمنى يعني من ربنا إن شاء الله أن احنا نعمل بطولة كويسة ونبقى لقدم مسئولية ونقدر نبسط الناس وهنعمل إن شاء الله يعني نوعد الناس أن احنا نعمل أخصى ما بوسعينا إن احنا إن شاء الله نعمل ناخد مدلية إن شاء الله دور اللعيبة الكبار كابتن ويد سريمان كابتن رامي ربيعة كابتن أفشا كابتن حسين الشحات علي لطفي كل اللعيبة الكبار وياسر إبراهيم اللعيبة الكبار بتقولوك إيه؟ لا بصراحة اللعيبة الكبار يعني على طول من أول يوم طرعنا وهم في ظهرنا وبيتكلموا معنا وبيساعدونا وبيسندونا في أي حاجة ودي يعني الحمد لله إن فيه لعيبة زي دي موجودة فهمني؟ فالحمد لله يعني إن هم موجودين معنا وبشكرهم طبعاً على الدعم اللهم موجود دايماً ده قبل ما تسافر عايزين نعرف تقوس قلت إيه في البيت عندك رايح المنديال أهلك قريبك؟ والله يعني أنا مكنش مسد في الأول كانت بالنسبة لي لحظة سعيدة جداً في حياتي وأهلي طبعاً ببسطة جداً فأنا بأحمد ربنا يعني الحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر